إلى أي مدى هذا السؤال القديم اللي كنت أسألك يا إلى أي مدى تتوقع اليوم الذي يأتي فيه السوداني ليتحرر من تأثيرات وضغوطات أو منهجية الإطار قلت ما زال الوقت مبكرا في قضية الاتفاقات مع واشنطن وإسرار السيد السوداني على طرح مفهوم الشراكة المستدامة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا خط الشروع أو البداية التي تؤشر أن السوداني بدأ يقرر ما يحتاجه الناس قد يكون خارج منهجية الإطار أم هذا الأمر متفقا عليه أول يعني جزء من الإطار كانوا أيضا الرؤساء وزراء أو أيضا كان عندهم توجه أو صداقة واتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن خصوصية السوداني كرئيس وزراء هو جاء من بيئة سياسية مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية مضى باتجاه رسم هذه العلاقة لكن هل سيكون خط الشروع للتحرر؟ أنا أتصور هذا صعب جدا لأن إلى الآن السيد السوداني يعني لا زال يعترف بأنه هو جزء ومرشح ورئيس وزراء الإطار التنسيقي هذا أولا الاجتماعات لم يذهب إلى واشنطن إلا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من قوى سياسية من فصائل مسلحة هذا يؤكد على أنه لا زال هناك التزام تام من قبل السيد السوداني مع الإطار التنسيقي أيضا عملية التحرر نعتقد هي قد تتطلب يعني انتقال في الأداء واتخاذ قرارات داخلية أكثر ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية وبدء العلاقة معها يعني هو قد يواجه يعني في ذات الوقت الذي يبدأ فيه بالتحرر على فرضية التحرر أستاذ نجم نعم خصومة مع الإطار التنسيقي لكن في ذات الوقت عليها أن يضع في حساباته أن إيران لا تزال فاعلة ولا تزال تؤمن من أن العراق جزء من مجالها الحيوي وجزء من امتدادات نفوذها السياسي وهذا يجب أن يؤخذ في حسابات السيد السوداني لذلك أنا أتصور من أن ما بعد الزيارة قد لا نشهد التحرر بقدر ما نشهد مزيد من القيود على السيد السوداني ولذلك تجد فكرة الانتخابات المبكرة هي جزء من عملية التقييد لهذا التوجه الذي يحاول السيد السوداني التحرر من الإطار التنسيقي الذي يفترض في الحديث عنه ولهذا أنا أتصور من أن فكرة الانتخابات المبكرة هو لتطويق السيد السوداني وأيضا إيجاد معادلة سياسية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر